شكراً سيد الرئيس المجلس الإقليمي سيد نائب مركز الشروق سيد رئيس نادي الصحافة أولاد برحيد السيد السادة أعضاء مكتب المجلس الإقليمي السيد الرئيس بلدية أولاد برحيد السادة سوملة رؤساء الجماعة الترابية رجال الصحافة والإعلان السادة رؤساء جمعيات المجتمع المدني قتال جنت ونواحيها أيها الحضر الكريم حسب منصبه ورطبته وصفته في الحقيقة أود أن أذكر كل واحد باسمه ولكن موسى الرجال سيوقف لي عند منتصر الطريق على أي حال كلما وجدت نفسي في أمتال هذه الملتقيات إلا وأردت له قول الشاعر مرخبا بالضيف الذي نزلوه لو استطعنا لمهدنا لهم زحلة وكلمة الضيف هنا أدت على صيغة الجمع وليس على صيغة المفرد على غرار الآية الكريمة هل أدى كأحد يتضيف إبراهيم الأكرمي الحقيقة الدليل أن المهرجان ناجح هو أن نكون جميعا في هذا الجو المريح ودليل الثاني أن تكون نتالك جونت قبلة لأمثال هذه الشخصيات الوازنة والشخصيات المهمة التي بسبب هذه وبفضل هذه المهرجان ولولا ما كانت تالك جونت تزار مرة من طرف المستشار صاحبي الجلالة أو من طرف وزير التقافة فأنا ذاك لولا مهرجان تالك جونت ما تم إنجاز طريق تالك جونت تعبيد طريق تالك جونت أو على الأقل سيكون هناك تعطيل في الإنجاز على غرار طريق تقوغا وأنين وعيره بفضل المهرجان الأول وزيارة الأشعر الأشعر لتالك جونت أهندك كونت خلية ولجناء لتتبع طريق تالك جونت مهرجان تالك جونت كأنه سيقف فيه منتصف الطريق يعني لن تكون هناك دورات أخرى بعد الثورة الرابعة لو لم يكن هناك أخونا وصديقنا الذي أحتضنه أخا وصديقا ونشد به عضوذنا ويتعلق بالأمر بالسيد حميد ذهج الذي يتولن أنا رئيس المجلس الإقليمي فالدورات الرابعة بنيت فالدورات الأولى الأربع كانت بمجهودات خاصة بالأخص وبالمناسبة أشكر بعض الأشخاص الذي لهم الفضل في هذه الدورات ويتعلق الأمر بالأخ حسن موشو التي لأول مرة أرى في مهرجان تالك جونت يجلس ويدوين أما في الدورات الأولى المقبلة كان يقف على قدم وساق لإنجاح التظاهرة لا أنكره في إنجاح التظاهرة تالك جونت يتعلق الأمر كذلك بمجموعة من الإخوة والأعضاء في جمعية تالك جونت للتنمية والأعمال الاجتماعية نقطة تاريخية عن مهرجان التالك جونت فالمهرجان الأول تالك جونت كان شعاره التقافة الأمازيغية في خدمة التنمية تم من خلاله تكرم توأم الإبداع الأمازيغي الحج أجمع والحج مباركوكو كان ذلك سنة 2007 المهرجان التالك جونت التالي كان سنة 2008 تم من خلاله تكرم مجموعة من مرارات شعر أمازيغي ويتعلق الأمر بسبعة شعارات تحت شعار الشعر ذاكرة الأمازيغ مهرجان التالك جونت مهرجان التالك جونت التالت كان من خلاله تكرم فنان علي شهاد وكان شعار مهرجان إبركاك إبركاك فضاء فضاء للإبداع الأصل أيام 10-11-2011 المهرجان الرابع المهرجان الخامس تم تحت شعار الشعر العربي والأمازيغي سلة واصل فكرة وروحية بين الأجيال تم من خلاله تكريم الشاعرين شاعر عتمان أب العيد وتم تنظيمه وتم تنظيم مسابقة في الشعر العربي كذلك بحضور شعراء في المغرب وخارج المغرب المهرجان السادس نظم تحت شعار الذاكرة والطاريخ رافع للتنمية أيام 14-15-2014 وفي إطار الفعاليات المهرجان تم تنظيم يوم دراسي بكلية الأداب جامعة ابن زهر بأقادير حول تلك جند من خلال وطائقها المحلية المهرجان السابع نظم في السنة الماضية تحت شعار التنمية المستدام مسؤولية الجميع أيام 5-60-2015 تم منحضاله تكريم عمورينبارك أخيرا نقف عند الدورة الثامنة لتكريم حمد أمهمز والحج الحسن أيد عبد الرحمن الشعار مهرجاننا تقافة طاريخ تنمية أيام 16-21-2016 بعجال هذه خلاصة مهرجانة تلك جند التي تم تنظيمها في الحقيقة مهرجانة تلك جند ليست كباقي المهرجانات لا تنتهي بانتهاء الحادث يعني مهرجانة تلك جند تم على هامشها طبعا ما يناهز أربعة كتب وأربعة مؤلفات يتعلق الأمر بالحياة العلمية والأدبية بجبل درن العربي توأم الإبداع الأمازيغي أشغال مهدات إلى أجمع وكوكو يعني تم جمع أشغال ملتقة هناك كذلك طاريخ زاوية تافيلة وأخيرا هناك كتاب بعنوان تلك جند داكرة والهوية لمن مواغ كل هذا بفضل تلك جند أهم حاجة استفدتها تلك جند من خلال مهرجانتها هناك خلية كونت على مستوى وزارة التقافة لإحصاء الطرات لا مادي لتلك جند إن طلقت أشغالها وتم زيارة تلك جند للمرة الثانية يعني خلية مكونة من وزارة التقافة واليونسكو لإحصاء الطرات المادي حلت بتلك جند مرتين وستحل بتلك جند مرة أخرى في السنة المقبلة كل هذا بفضل تلك جند هناك عدد من المسائل يتم الترويج لها أثناء المهرجان لو لا مهرجان تلك جند ما عرف بوسكسو أين تقع تلك جند سعياش كذلك سيح ماذا كلكم عرفتم تلك جند في خلال مهرجانها إذن أرحب بكم مرة تانية أظن أن أتمنى تقيد قد انتهت وأرد الميكرو لمسائل الجلسة شكرا جزيلا شكرا شكرا لسيد رأيست بتحقيق بدا لسنة المحر الخطيس